يحدث معي كثيرا أنني إذا كبرت للصلاة وبدأت في قراءة الفاتحة فإنني سرعان ما أسرح في صلاتي وأجد نفسي قد سلمت من الصلاة ولم أعقل منها شيئا سؤاله هل صلاته باطلة على هذه الصفة وما الحل في مثل هذا الأمر لا ما هي باطلة تجزي ولكن عليه أنه يحرص على حضور قلبه في الصلاة والخشوع يحرص على هذا يستعين بالله عز وجل نعم